مباراة صعبة مباراة مهمة جدا لنا خصوصا بعد أول مرة بقنا 4 مباراة محقق الناس كان علينا ضغطت كبيرة جدا لعيبة نفس القصة كان عليها ضغطت كبيرة جدا مش هكلم عن الغيابات مش هكلم على ظروف التحكيم اللي احنا بنقابلها لفتر الفاتج لكن كان مكسب مهم جدا بالنسبة لنا رجع علينا الثقة تاني اللعيبة وجعلها الثقة فينا الجمهورنا رجع علينا تاني خصوصا بعد مباراة كبيرة جدا زي مباراة الوداد فطبعا الحمد لله باشكر اللعبة طبعا على الجهد دوت وعلى الإصرار دوت وعلى التصميم اللي هما يرجعوا في المورات تاني وزي ما انت قلت الأهل بمن حضر ودي قيمة لعبة النادي الأهلين اللي هما تحت أي ضغوط بيقدروا يعملوا أكثر جهد ليهم بخلوش أبدا بأي جهد نقطة عرق ليهم فباشكرهم طبعا ولكن بتمنى طبعا أن جمهورنا يلتمس لنا الأعذار فترة الفديات يعني ونعيدهم إن شاء الله إن شاء الله الأمور تتحسن أكتر وأكتر خصوة إن شاء الله المبرجة بإذن الله كابت سامي ممكن أهداف بالجملة ضعت في الشوت الأول والشوت الثاني وكمان يعني عزو الله حالك احنا شايفين الأعداد يمكن ناس كلها بتتابع في المدرجات في الموبايلات طلت ضربات جزاء بما لا يدع مجال الشك طلت ضربات جزاء صحيحة ومع ذلك اللي حكا مراحب واحدة في الضوار ما حسباش تعاملوا زي مع اللعيبة وكلمتوا معهم في إيه خاصة بنشط إيه زي ما أنت قلت وانا اتكلمت في الأول قلت في عوامل بتقصرها النتائج اللي حصلت لنا في الفترة الفادف كان ممكن برضو النهاردة كان نفس القصة يحصل تأثير بالنتيجة من ناحية الحكم لكن طبعا أنا بنتعامل من بورال انت بتلعب لحد آخر نفس لحد آخر وقت وده الحمد لله اللي احنا وصلنا اللعيبة وراجل وصلوا اللعيبة فهي حان كده الحمد لله برضو حتى في تغييرت الراجل وتغييرتنا كان عندنا برضو سكرة كبيرة جدا في الناس اللي نزلت وعندنا سكرة كبيرة جدا في الناس اللي موجودة اللي هي ترجع في المباراة حتى لو كانها أصديقها فطبعا الحمد لله ماكسب مهم جدا إن شاء الله نفس البقاء وإن شاء الله نروح لبطولة نعارف الجمهور نادر أهلي متخطيش لها وإحنا نفس القصة إن شاء الله عد تبقى أحسن رد لنا وأحسن هداية لنا لجوب مهور دا إن شاء الله فيها فوز في مباراة كبيرة زي دي بالسيناريو دا وفي الديئة حاجة وتسعين بلاس تسعين كالعادة مركة النادر المسجلة شايفوا إزاي فيدي الفريق فنيا ونفسيا قبل مباراة كبيرة لنهاية دولة أبطال أفريك ممكن أنا أقولت لك أننا كنا نحتاجين مباراة جدا بالنسبة لنا خصوصا للفترة اللي فاتت يعني فلن أنت تحقق الانصار دي بالغيابات اللي عندك وفي وقت مهم جدا وفي وقت كل الناس كانت خلاص فعدة الثقة اللي أنت ترجع بشخصيتك وبروحك وبحماسك واللعبة عارفة أن يقبت نادي الأهلي وتشويت نادي الأهلي ودائما نادي الأهلي موجود في كل الأواد فطبعا ماكسب مهم جدا سعيدنا طبعا فنيا ونفسيا وعسايدنا طبعا كجمهورنا برضو أن أنت ترضي جمهورك دي حاجة مهمة جدا يعني ودي من الحاجات اللي احنا كنا الفترة رفاتت بنعاني منها ممكن كنا عوزين نعمل أقصى حاجة عشان جمهور واثق في جمهور نادي الأهلي دايما واثق اللي هما دايما معنا بيدعمونا النهاردة دونا قوة كبيرة جدا وتصميم لحد آخر وقت اللي انت بيشجعك لحد آخر نفس ودع عهدنا دايما بجمهور نادي الأهلي إن شاء الله نوعدهم اللي احنا نعمل أقصى حاجة لنا لمباراة القادمة يحتاجين دعموكم يحتاجين وقفكم ووفكم جنبنا خصوص الفترة اللي جاية ديت يعني إن شاء الله ربنا يكرمنا بقى بطولة إن شاء الله ترجع بمعنوات أعلى ويبقى عندنا كل تركيزنا بقى من صب إن شاء الله بطولة الدورة العام إن شاء الله كبتن سامع لكلمة أخيرا الجمهور نادي الأهلي أعتقد الجمهور دايما ما فيش جمهور زيه في الدنيا جمهور دايما تسعين بتيجوا في رؤيته مغلوبة واحد صفر مع ذلك بيشجع وبيطال في رؤيته بالفوز حتى بعد ما دايما عدد سايد هو ده جمهور نادي الأهلي ويمكن كل مرة بحكرر إن منظومة النادي الأهلي بتلعب لكلها عشان خاطر إساعد جمهور نادي الأهلي وإحنا بنسعل كده ونحاول نعمل أقصى حاجة ممكنة بالنسبة لنا واللعيبها نفس القصة ومجلس يدارها نفس القصة يعني عشان نقدر نسعيدهم إن شاء الله إن شاء الله نسعيدهم مزيد من البطولات مزيد من إن شاء الله الانتصالات لنادي الأهلي ودايما جمهور نادي الأهلي في ظهرنا ودايما إن شاء الله إحنا موجيين إن شاء الله في الموعد بإذن الله إن شاء الله بتنسامي وبتوفيق دايما وإن شاء الله نستقبلكم وإنتوا جمعين بكسف ركب إذن الله دعواتكم طبعا ودعوات جمهورنا دي الأحلي وإن شاء الله ربنا يكرمنا ونحق بطولة غالية جمهورنا دي الأحلي بإذن الله